أعرب التحاد الصناعات المصري عن ترحيب بالخطوة الهامة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالمنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لأليات السوق وأشار الاتحاد إلى أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق وأنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لازمة وسيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات وأعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجهات القيادة السياسية التي أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن